موسيقى مجاز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي أهلا بكم حسم نواب حزب العدلة وتنمية بمجلس أنواب خلال اجتماعهم بمركب مولاي رشيد في الأسماء الثلاثة المرشحة لرئاسة فريق حزب المصباح في الغرفة الأولى وانتخبوا في وقت متأخر من مساء أمس كل من عبدالابوانو وعبدالصامد الحيجر وعبدالعزيز العماري وأكدت مصادر لشوف تيفي أن الأمان العام لحزب عبدالكريم الخطيب ستحسم في اسم الشخص الذي سيقود فريق البجده بمجلس أنواب من بين الأسماء الثلاثة في اجتماعها المقبلة في أخبار حوادث سير لقيا شخص مصرعه في حادثة سيرنا وقعت ليلة أمس داخل المدار الحضر لمدينة خريبغا الحادثة وقعت حوالي ساعة عشر ليلان في حي البيوت على طريق رابطة بين مدينة خريبغا والجماعة القروية بولنوار عندما دهست سيارة خفيفة شخصا كان يسير بجانب طريق ما أدى إلى وفاته على الفور حسب مصدر من سلطات المحلية وقد تم نقل جوتة الضحية إلى مسودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبغا دعا التنسيق الميداني للمجازين المعطلين والأترة العلية المعطلة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم بالرباط للمطالبة بإطلاق صراح المعتقلين الذين اعتقلوا الخميس في محطة القطار سل المدينة وأفاد مصدر من التنسيق لشوف تيفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن المناضلين الذين تم اعتقالهم بتهمة عرقلة القطار الخميس بعد نهاية أحد الأشكال النضالية التي داب أبت تنسيق على خوضها في رباط من أجل مطالبة بالتوظيف قتل الشاب المغربي أمس أنس الحلوي الذي كان يقاتل في صفوف المعارضة السورية المسلحة الذي انضم إلى حركة شام الإسلام بسوريا ابن مدينة فاس عمل أيضا مسؤولا إعلاميا لدات التنظيم كما عمل الحلوي نطقا رسميا باسم لجنة المسؤولة عن المعتقلين الإسلاميين المدنين بعد أحداث 16 ماي في الخبر الرياضي انتهى الذير بالأمل الذي جمع فريقي الوداد الرياضي والضيفه الرجاء البيضاوي الرياضي بتعادل الإيجابي وذلك خلال المباراة التي جمعت الطرفين صبي حتى اليوم بمركب محمد بن جلونة وكان فريق رجاء سبقا لتسجيل عن طريق لعيبه بوطيب ليأتي بعدها هدف التعادل من فريق الوداد من أقدم زهر المترجي يشعر لأن فريق الوداد الرياضي ضيع ضربة جزاء أتيحت له خلال شرط الأول من المباراة في حين رفض حكم الشرط هدفا سجله الفريق الأخضر بداعي تسلل بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين لختم مواعدنا الإخبار نشكر لكم طيب المتابعة في أماني اشتركوا في القناة